من بوابة دامت يحاول الجيش اليمني واللجان الشعبية العودة إلى مناطق الجنوب كأول مدينة يستعيدون السيطرة عليها في إيطار ما سموه معركة استعادة المدن الجنوبية التطورات تتسارع في محافظة الضالع بعد هذه العودة والسيطرة المفاجئة على البوابة الشمالية للجنوب إثر مواجهات عنيفة مع القوات الموالية لهادي والتحالف السعودي سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى بينهم قياديون في حزب الإصلاح وحدات الجيش واللجان واصلت تقدم نحو مدن الضالع الأخرى وزارة الدفاع اليمنية أعلنت سيطرة الجيش واللجان على مدينة جبن بالمحافظة وتفيد المعلومات الميدانية بانتقال المعارك إلى منطقة الحقب وصولا إلى معسكر الصدرين الاستراتيجي في مديرية ماريس المطل على مدينة الضالع في وقت باتت فيه جميع التباب المحيطة بمنطقة قعطبة تحت سيطرتهما تقدم ترافق مع تقدم آخر في لحج من ناحية تعز ودخول المعارك هناك منعطفا جديدا بوصول الجيش واللجان إلى جبل الياس المطل على قاعدة العند الجوية وتراجع قوات هادي والتحالف السعودي إلى محيط وداخل القاعدة التي تعرضت لقصف متقطع بالقذائف والصواريخ من قبل الجيش واللجان على الجبهة الأخرى وتحديدا في تعز سجل الجيش واللجان تقدما ملحوظا في منطقة ذباب بعد تأمين السلسلة المنتدة بين معسكر العمري ومديرية ذباب رغم تدخل الأباتش وقصفها للمعسكر الواقع تحت سيطرة الجيش واللجان يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤولون في حكومة هادي عن نية التحالف السعودي إرسال سفنتين حربيتين للمشاركة فيما يسمونه بمعركة تحرير تعز في وقت تحتدم الاشتباكات في منطقة الضباب والمدخل الجنوبي الغربي وتمتد المعارك إلى المناطق الشرقية وصولا إلى منطقة كلابة شمال المدينة